يصفه المؤيدون بأنه شخص رصين ورجل صابق لعصره فيما يراه المعارضون ضعيفا ويحب تدخل في السياسة وغير مؤهل لهذا المنصب هذه باختصار سيرة ومسيرة الأمير تشارلز الذي أصبح ملك لبريطانيا وأربعة عشر بلدا آخر لينتهي انتظاره لأكثر من سبعين عاما لعتلاء العرش وهو الأطول لولي عهد في التاريخ البريطاني تشارلز يواجه مهمة شقة فوالدته الراحلة كانت تحظى بشعبية جارفة واحترام كبير لكنها تركت عائلة ملكية تمزقها الفضائح والخلافات الأسرية بجانبي المزاعم المتكررة عن عنصرية مسؤول قصر باكينج هاما ويواجه تشارلز تلك التحديات وهو في سن الثالثة والسبعين حيث إنه أكبر ملك يتولى العرش في عائلة ملكية يعود حكمها إلى ألف عام وبجانبه زوجته الثانية كاملة التي لا يزال الرأي العام مقاسما بشأنها وسبق أن تعرض تشارلز للسخرية بسبب حديثه إلى النباتات وهوسه بالهندسة المعمارية والبيئة وستظل سيرته مقتننة دائما بزواجه الأول والفاشل بالأميرة الراحلة ديانا وطوال حياته كانت شارلز محاصرا في نظام ملكي يسعى إلى تحديث نفسه ويحاول تكييف مجتمع سريع التغير وقائم على المساواة مع الحفاظ على التقاليد التي تمنح المؤسسة الهالة المحيطة بها وعندما تزوج هو وديانا عام 1981 في حفل تابعه على شاشات التلفزيون نحو 750 مليون شخص حول العالم بدت عروسه الخيار الأمثل إلا أنه عندما قتلت ديانا في حدث سيارة في باريس عام 1997 كانت هناك انتقادات اللاذعة في الصحافة ضده وضد كاملة وتراجعت شعبيته وفي العقود التي تلت ذلك تحسنت صورته شيئا فشيئا وإن ظل أقل شعبية من والدته وفي عام 2005 تزوج أخيرا بكاملة التي اكتسبت قبولا أكبر لدى دخولها دائرة الضوء ولقت إشادات واسعة لأسلوبها السهل والبسيط ومع ذلك فبالنسبة للكثيرين في بريطانيا وخارجها سيظل اسم تشارلز مقترنا دائما بزواجه المشؤوم بديانا سبينسر وعلاقته مع كاملة باركر بولز حب حياته ومرت الأيام وأصبح صاحب أطول مدة وراثة للعرش ملكا فيبدو أنه من اليوم سيعود لمواصلة لعب البولو والتزلج والصيد والكتابة والرسم والزراعة أمام شاشات الأعلام